رئيسي وفي أول كلمة بعد تأدية القسم الرئاسي دعا إلى حل الأزمات الإقليمية من خلال الحوار الحقيقي بين الشعوب وقال رئيسي إن بلاده تمد يد الصداقة إلى كل دول المنطقة والجوار خاصة مشددا على أن تعزيز العلاقات معها أولوية لسياسة إيران الخارجية الرئيس الجديد لإيران ذكر أن التدخل الأجنبي في المنطقة لا يحل المشاكل بل هو مشكلة بحد ذاته